السلام عليكم أخواتنا المشاهدين كده يريد لبس عليكم متمنوا كاملين تكونوا بصحة جيدة يا ربي اليوم أغدا نهضروا على الويسات مريم وعلى الرد ديالهم على ناعم البادوية والكلام اللي كانت تتقول مريم اللي أمها اللي خرجات اليوم وقالته طبيعة الحلقة يبقى فيه من الحال لأن الواحد ما كيكون طالع لي الدم كيقول الكلام ولكن مني كيتصالح كيتنسى هدو كل مشاكل كيف ما شفنا ناعم البادوية قالت على الويسات مريم بأنها ما كتبغيكمش وقالت عليكم البايرات وحنا كنعرفوا الأم هي استرة ديال بنتها زي ما كتبغي تستر بنتها وملي كتبغي تشكي على شي حد كتشكي على أمها ولكن ناعم البادوية هاد الشي مدرت فيه ما يلاق قلت ليهم بأنكم توما كانت تقول لي البايرات وهم سمعوا الفيديو وطلعوا باشي دافعوا على روسهم قالوا فعلا قلت لينا مريم احنا بايرات لك الساعة كنا مخاصمين معاها وكان عدروها وحنا ما زالين معاها لأنهم هما خرجوا ودافعوا عليها في الأول هالشي اللي خلى ناعم البادوية تقلق وناضت جبدت تكشيري كان بينها وبين بنتها كتقولوا ليهم احنا عارفين الناس الراجل مني كيكون معاك الغيار كتبغي تشكي على أمك كتت تعيريهم ولا تقولي تكشيري دارك هما عدرو مريم قالوا تحنا فاش كنا مخاصمين معاها تحنا كنقولوا في هذا الشي اللي ما عاجبناش وتحنا غنذكروا بالخيب وتاي قد ذكرنا بالخيب ودابا المسامح كريم ومن اللي بقات فينا مني مشات لي القناة ومشاولي الفلوس بقات فينا وتأثرنا معاها وزعمها تشي ما شي مبرير ولي بغت تقولوا تقولوا يعني هاد الويسات هادو قدمه ابنادم كان كان غالط فيهم طلعوا هنا بانهم حقانيات وكيبغيوا الخير وما كانوا بغوا تلك الفلوس تستافد منهم خوهم والزوجة ديالو لانهو قالوا واحد الحالة اللي فيها الاخ ديالهم صعيبة صعيبة بزاف وشافوه نادم على الفلوس اللي مشاوليهم حقور وحالة وحالة وطلعوا عندهم قناة وطلعوا كيقولوا زعمها هم غير تعاطفوا معها وما متهموا حتى شي واحد هاد الشي لاش طلعوا تامة وقالوا داك الشي اللي حسوا بيه وقالوا احنا معا مريم وحنا حاسين بيها وتسرقات ومشاولي فلوسها ولكن الحاجة اللي غا نحتارم فيهم ان هم مجبدون الزهير ما تاهموش ما مجبدون اعمل بادوية زعمها خلاهم في التقار كهضروا غير ردوا عليك الكلمة ديال البايرات وردوا على مريم بانها مع دورة لقالت فيمش كلمة خيبة لان مني واحد تيكون مخاصم كيقدر يقول اي حاجة وهاد الشي كيتحسب لهم الحقيقة باش تسمعي شي واحد ادار عليك خيب وتنودي وتعودي تدافع عليه برافو عليهم لانني تدوضوا واحد المخاصمة اللي هي كبيرة وكانت دخلت فيها ناعمل بادوية وكانوا بزاف داروا حل التخصام كبير وقالوا بانهم هديك اه قالت انا ما بايراش يعني انا ما زالة صغيرة ناديا ناديا وقالا مخطوبة باش تبارك الخوطوبة ليالا وقالا ما بقاش هضرت عليها وبالنسبة للسيدة الكبيرة اه اختها خديجة قالت هديك اه انا هاد الشي دعم اللي اعطاني الله ونقدر نتزوج قالوا البايرات اه بارت على سعدها دارت لان الزواج في عضلة زعم ما ما شي واحد ما تزوج رازع ما باير ولا شي حاجة هاد الشي اللي خرجوا بيه وما زالين كي يأكدوا بانهم هما معمرت الاخ ديالهم اللي هي مريم وبقات فيهم ومساندينها حتى اه يرجعوا لي فلوسها وبالنسبة ناعمل بادوية اه الاعصاب والسكر وهد الحالة اللي وصلت ليها هي اللي خلاها تقول شي كلام اللي غالية ندم عليه من بعد اه ابقى في هالحال بحلا ابقى في هالحال من جهة بنتها ما بغتاش تمرد عليها وكانت تحت طابقها ويمسكنا عاطيها الدار وقالت هذوك فيديوهات اللي كانت جمع زماها الفلوس اللي كانت ضرب في امها وزوهير لما الفلوس جمعتهم اه بناعمل بادوية وكن ما كانت الصح وقت بقاتل ماتي قاناة تكتر من عامل ما غتجمعش تلك المبلغ راح ناعدنا قانوات شحال هذا وما دخل ناشهد الفلوس كاملة راح عندنا اه تقريبا دابا عام ويا عندنا القانات وفاجة فعلات راح عنده دابا شي خمسات شهر ولا شي سبعات شهر ويا الله داسلين شي المجموع قا عشر بعتاشر الف الخلاص كامل اه يعني راح كتبقى واحد الدفعة ديال ام ديالهم كان عليهم يصبره مني هم هم ممتابقينش معا خصوصا مريم مني الام ديالك ما قالش لك خرجي وضربي في راجل اختك وما قالتك معلتي يكون عندك دليل ديالك الساعة كان لك تريتي واخي بقى في تلحال هضري ولكن بدور اتهامات خلي اتهامات بعيدة اه تتاكدي من الانسان عادة حطي حترك حطيتي ماشي قلت يا غير الواحد ولا جوجر قلت ها القاع المتابعين اللي عند الام ديالك عداش حلم واحد متابعة ثلتمائة الف ورمائة الف را كلها سمعت بلدك السيد سراق وشفار وهات الشي هذا خاصك يكون عليك دليل عادة تحطي دابا الى سامح الله هاد السيد هذا طلعت الباراء ادياله كيف غدية ديرتي الى طلعت الباراء ادياله كيفاش غدية فين تردي وجهك دعم خياتك ودعم ولادها ودعم الام ديالك ودام الاب ديالك第二 كل الحالة الي لفصلات اللياه لام ديالك ودك الهدرة ودك الدعا ودك الشي صعيف 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 بزاف وحد المأذيق اللي حطت مريه مع راسها فيه كبير بزاف كبير من الفلوس دبها هي عندها الدقة ديال الفلوس زائد الدقة ديال م supercomهاء والاب و العائلة اللي مات عادات معانه عادات معانه بسبب هاد الفلوس هادولو كان غير بقى تحت جناح ديال الام ديالها propheتور gelsih احسن و افضل و برضاها تقدر تطلع و تجمع كتار من هاد الشي و تقدر ديك القناة تقلب لي على شي واحد اللي في مرقات عدد طيقة في زهيد تقدر تقلب على شي واحد خره و تديره يعني خرجات على راسها و غد يتندم انا بنت ليس و ايو ديك عفوان مريم غد يتندم والله يبي يلحق احنا بغينا غير الحق و بغينا نشوفه شكون اللي ادهد الفلوس هو اللي بغينا صافي و الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله